أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد مرَّ بنا أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه الهدهد وأخبره خبر ملكة سبأ وقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيَّن لهم الشيطان وأعمالهم فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يُخرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلموا ما تُخفون وما تُعلِنون الله لا إله إلا هو ربُّ العرش العظيم الله لا إله إلا هو أي لا تنبغ لعباده والإنابة والذل والحب إلا له سبحانه لأنه هو المألوه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك ربُّ العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسماوات فهذا الملك فهذا الرب العظيم هو الذي يُذَلُّ له ويُخضَع ويركع له ويُسجد له ويركع تعجَّب السليمان عليه السلام كيف خفي الخبر عليه وعلمه هذا الطائر فقال متتبَّتًا لكمال عقله ورزانته سليمان عليه الصلاة والسلام قال سننظر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وهذا فيه رشاد إلى البحث عن الحقائق والتأكد من الأخبار إذهب بكتابي هذا وسيأتي نص الكتاب فألقِه إليهم ثم تولَّ عنهم يعني استأخر غير بعيد فانظر ماذا يرجعون يعني ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به فذهب به هذا الطائر هذا الهدهد من أين ذهب به؟ من الشام إلى مأرب إلى اليمن قيل بمقاره وقيل بجناحه الله أعلم المهم أنه ذهب به فوقف على الملكة وصار يدور حولها فرفعت رأسها فألقى الكتاب عليها فلما أخذت الكتاب قالت لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم كتاب جليل المقدار جاء به طائر وهذا أمر معهد من ملك من أكبر ملوك الأرض استطاع أن يذلل الطيور فتكون بريد له ترسل الرسل هو سليمان عليه السلام ثم بيَّنت مضمونة الكتاب فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وهذه ميزة الكتب يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كتبهم كلها مختصرة وموجزة يعني ليس فيها تطويل أو فيها حشو أبدا مضمون الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعني لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين كلمات موجزة وافية بالمقصود وما كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام في غاية الإجاز والبلاغة وكذلك كانت كتب الأنبياء بليغة موجزة يعني ناهيهم عن العلو عليه وناهيهم عن البقاء على حالهم من الشرك وأمرهم بالقياد لأمره ودعوتهم للإسلام أربع مقاصد وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب وكذلك كان السلف يفعلون يكتبون باسم الله الرحمن الرحيم من فلان بن فلان إلى كذا كما كان الأسوة والقدوة نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في كتاب إله رقل عظيم الروم وكسرى عظيم فارس كان يكتب باسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألائه هذا الكتاب مقاصد الكتاب تضمن كتاب سليمان عليه السلام نهيهم عن العلو ألا تعلوا عليه والبقاء على حالهم يعني نهيهم أن يبقوا على حالهم من الشرك نهيهم عن البقاء على الشرك وأمرهم بالانقياد دعوتهم للانقياد لأمره والدخول تحت طاعته ودعوتهم من الإسلام ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا تتكبرون وأسلم طائعين من قادير لله تبارك وتعالى هذه مضمونة مضمونة الكتاب هي من حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَشْرَافِ الْقَوْمِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي يعني أخبروني بماذا نجيبه سمت الإشارة فتوى أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كنت قاطعةً أمراً حتى تشهدون يعني ما كنت مستبدَّةً بأمرٍ دون رأيكم ومشورتكم وقصدت بإشارتهم استطلاع آرائهم وقصدت أن تستعطفهم أيضاً وأن تطيِّب نفوسهم ليمالئوها ولا يختلف عليها قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأسٍ شديد إن رددت عليه قوله ولم تدخل في طاعته فإن أقويا على القتال بالعدد والعدد وأصحاب شجاعة ونجده فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم مش تكون النتيجة إي لكان فيه سحقهم ودمارهم لو تمها الأمر هذا المال إليه لكان فيه سحقهم ودمارهم لكن هي كانت أعقل منهم ولذلك سليمان ما توقع في أحد إلى الآن ما دخل تحت ملكه ولكنهم أيضاً لم يستقروا عليه فلقالوا جعلوا لهم خط رجعة مخرج طواري قال والأمر إليكي أي الرأي ما رأيتي لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم فانظري فكري انظري نظر تدبر وتفكير ماذا تأمرين وهي من أعقل النساء وإن كان الحسن البصري يقول ولوا عليهم علجة ولوا عليهم علجة يضطرب ثدياها أو كلمة نحوها والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي بكرة في صاعي البخاري قال لما بلغه أن بنتا كسرة تولت على قومها قال ما أفلح قوم أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى قالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم ومبينة سوء ومغبة القتال وفعلاً كانت حازمة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها يعني جعلوا الرؤسة السادة أشراف الناس من الأرذلين قال أبوها فوق تحت فهذا رأي غير سديد وأيضاً فأنا سأكشف حال هذا الرجل الذي أرسل إليه تقوله لست بمطيعة له في الحال قبل الاحتيال أرسل من يكشف عن أحواله ويتدبر أموره وينظر جيشه ينظر مدى قبوله للهدية حتى نكون على بصيرة من أمرنا وهذا من حزمها وعقلها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون من عند سليمان هل يستمر على رأيه قوله يصمم إلا نأتي مسلمين أم تخدعه الهدية وترضيه ويكف عنا حاله وجنده أرسلت بهدية مع رسل من عقلاء قومها من ذوي الرأي منهم إلى سليمان عليه السلام فلما جاء سليمان يعني جاءه الرسل بالهدية وربما تكون الهدية ذهبا ومالا ولا شك إن الهدية تسل سخائم النفوس ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلا الدنيا كلها ليست لهم على بال ما تهمهم الدنيا يعني الآن سليمان عليه السلام عندها الجن والشياطين ومن الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللؤلؤ والدر واليقوت ما هو بحاجة أن ترسله ذهبوا للمال كما سيأتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال استفهام كاري لأن حال رسال الهدية والسكوت عن الجواب يقتضي محاولة صرف سليمان عن طلب ما طلبه بما بُذِل له من المال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم يعني فليست هذه الهدية ستقع عندي موقعا ولا أفرح بها فالله جل وعلا قد أغناني عنها وأكثر علي من النعم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله لأنه فعلا هم ما وصلوا درجة من الرقي والحضارة مثل ما وصله السليمان كما سيأتي السليمان عنده عنده مباني وعنده مجالس وعنده زجاج وعنده الماء تحت حتى هي رفعت ثوبة تريد أن تخوض حسبته لجة كما سيأتي لأنهم ما عنده شيء من يعني عندهم من صحة تعبير لغة العصر تخلف فيه في كل شيء في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي أمور الدنيا ثم أوصى سليمان عليه السلام الرسول من غير كتاب لأنه كان أقل شأن أنه يكتب له كتاب يكفيها الكتاب الأول لأنه إنسان ربما أن سليمان تأمل فيه عقل ورجاحة عقل وعلم أنه سينقل الكلام وأنه سيقوئ فقال ارجع إليهم ارجع بهديتك فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها يعني لا طاقة لهم بهذه الجنود ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون نخرجهم من مكانهم واليمن من جهتهم من مأرب أذلة وهم صاغرون والصاغر هو الذليل والمراد ذل الهزيمة والأسر فرجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام وتجهزوا للمسير إلى سليمان وعلم سليمان عليه السلام أنهم لا بد أن يسيروا إليه فقال لمن حضره من الجن والإنس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وكان العرش اللي تجلس عليه بالقيس يكفي وصف الله أنه عرش عظيم عرش عظيم عظيم في وصفه وفي ثقله وشدة أنه ما يستطيع يحمله كل أحد كل ذهب مرصع بالجواهر واليواقيت والزبرجد أنواع من حرش عظيم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فإذا أسلموا تكون أموالهم محرمة علينا ما يجوز لنا أن نأتي لكن قبل ممكن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن عفريت اسم للشديد الذي لا يصاب ولا ينال العفريت الشديد القوي الذي لا يصاب ولا ينال قوي نشيط جدا أصله اسم لعتات الجن اسم العفريت أصله اسم لعتات الجن يعني المتمرديهم والعفريت اسم للشديد القوي الذي لا يصاب ولا ينال ولا يستطيع أحد أن يقدر عليه ولهذا الناس إذا أراد أن يصف إنسانا بالبأس والقوة والنشاط والنغرف فلان عفريت عفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين يعني أنا آتيك به آتيك بالعرش قبل أن تقوم من مقامك آتي به من اليمن إلى بلاد الشام وكان سليمان عليه الصلاة والسلام يكون يعني يكون بينه وبين كان سليمان يجلس للقضاء بين الناس معظم الضحى يعني يقل ساعتين ثلاث ساعات تقريبا يقول قبل إذا جلست بعد طلوع الشمس تقضي بين الناس ما تقوم من مجلسك في آخر الضحى إلا العرش أمامك يعني مسيرة كم أربعة شهر شهرين رايح شهرين جاي لأنه من الشام إلى سبع إلى اليمن شهرين رايح شهرين جاي وهذا يجيبه ساعتين أو ثلاث ساعات يعني يقول أنا ألتزم بالمجيء به على كبر حمله وثقله وبعده قبل أن تقوم مجلسك لتجلس فيه للقضاء وإني عليه على هذا العرش لقوي على حمله والإتيان به وأمين لا أقتطع منه شيئا ولا أبدله وإني عليه لقوي أمين وهذا الملك سليمان عليه السلام اللي واحد من أفراد رعية عندها القوة والقدرة شيء عجيب وأبلغ من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب قال المفسرون هو رجل عالم صالح وزير لسليمان أو كاتب عنده يقال له آصف بن برخياء آصف هذا بن برخياء يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله بأجاب وإذا سئل بأعطاء يعني رجل من أهل الحكمة من حاشية سليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وقيل إنه سليمان هو اللي عنده علم من الكتاب قيل سليمان فتكون هذه الرواية تبين أن السليمان عليه السلام يعني معجزة الأنبياء فوق معجزة عفاريت الجن قيل له سليمان هو اللي قال لكن الظاهر والله يعلم أن الآية على ظاهرها أنه شخص آخر أقوى من الأول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني سليمان ما يقول عن نفسه أنا آتيك به كان يقول أنا آتي به إذا كنت أنت بتآتي أنا أقوى منك آتي بك قال الذي عنده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يدعو الله بذلك الإسم فيحضر حالاً وأنه دعا الله فخرج عليه أن الأرض محفر حال الله أعلم هل هذا هو المراد أم أنه عنده علم من الكتاب يستطيع بأنه يجلب الشيء البعيد ويحصل الأمر الشديد الله أعلم المهم أنه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ترسل نظرك إلى شيء ما ترجع إلى أمامك الله أعلم فلما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام هذا العرش الذي وصفه الله بأنه عرش عظيم رآه مستقراً عنده حمد الله تعالى على إقداره وعلى هذا الملك وعلى تيسير الأمور له وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر نفسي يعني هذا من فضل الله يعني سليمان عليه الصلاة والسلام ما أغتر بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين لا بل علم أن هذا اختبار وابتلام من الله وعلم أن من اختباره أن ذلك اختبار من ربه فخاف سليمان عليه الصلاة والسلام أن لا يقوم بشكر هذه النعمة ثم بيّن أن الشكر لا ينتفع الله جل وعلا به وإنما يرجع الشكر إلى العبد نفسه قال ومن شكر فإنما أشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر إلا أن شكر نعم الله سبب للمزيد كما قال تعالى وَيْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي بَشَدِيدَ وأما كفر النعم فهو سبب لزوالها والشكر له ثلاثة أركان الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا بالقلب والركن الثاني التحدث بها ظاهرا باللسان وأما بنعمة ربك فحدث والركن الثالث من أركان شكر النعمة استعمالها فيما يرضي المنعم جل جلاله والشكر فيه رضى الرب جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها رضى الرب عظيم تحمده سبحانه وتعالى على نعمة الأمن نعمة الإيمان نعمة المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسكن تحمده على نعمة سلامة الجوارح تحمده على نعمة الثبات على الحق تحمده على نعمة القرآن نعمة أنهداك وقد ظل غيرك نعمة حضور مجالس العلم وكلما جددت من الشكر والحمد كل ما زادك الله جل وعلا من خيره وفضله فأنت تزيد تكثر من الحمد والشكر وربك يزيدك من النعم حتى كونك توفق للشكر هذه نعمة تحتاج إلى نعمة فما تزال في نعم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر كون الله يوفق للحمد والشكر هذه نعمة تحتاج إلى شكر ثم إذا وفقك الله لشكر النعمة تحتاج إلى شكر آخر وحمد على أن نوفق لشكر وهكذا إلى ما يموت الإنسان ويجدد كل يوم شكر لنعم الله وما أكثر ما نصبح ونمسي وبنا من نعم الله وجل وعلا ما لا يعد ولا يحصر لكن أين الشاكرون الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور ثم قال سليمان لما حضر العرش وحمد الله على هذه النعمة قال نكروا لها عرشها غيروا فيه بزيادة نقص ننظر مختبرين لعقلها أتهتدي للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها أم تكون من الذين لا يهتدون فغيروا فيه بعض التغييرات أوكل إلى بعض المختصين وغيروا بعض المعالم يصير أخذ بعض الجواهر ووضع بعض في الأماكن أخرى غير أشياء بسيطة منه فلما جاءت قادمة على سليمان عليه السلام عرض عليها عرشها وكان عهدها به قد خلفته في بلدها مقفلا عليه بأبواب وأسوار وعنده حرس وحجاب فبعيد أنه يأتي من أقصى اليمن إلى الشام قيل لها أهكذا عرشك؟ أي إنه استقر عندنا أن لك عرشا عظيما كما يذكر فهل هو كهذا العرش الذي أحفرناه إليك؟ قالت كأنه هو وهذا أيضا يدل على ذكائها وفطلتها لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير ولم تنفي أنه هو لأنه عرفته فصار عندها شكال الآن المسافة بعيدة والعرش عظيم من اللي بيحمله والحرس والحجاب أيضا أقوياء على العرش وهو أمامه تراه فيه صار عنده شيء من اللي قالت كأنه هو طبعا هذا مو تشبيه لا شك كأنه هو فأتت بلفظ محتمل للأمرين يصدق على الحالين إنه هو وإنه غيره فقال سليمان عليه السلام متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم مما أعطاها من الذكى والفطنة صحيح عنده فطن وعنده ذكاء لكن الله أعطى سليمان أعظم أعطاه النبوة والملك قال سليمان وأوتين العلم من قبلها أوتين الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة وكنا مسلمين وهذه الهداية النافعة الحقيقية الصادقة التي تبقى ولا تزول هب إن الإنسان أعطي ذكاء ولكن ما أعطي ذكاء ماذا يستفيد كم من أناس أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء وأعطوا عقولا ولكنهم ما أعطوا فهوما كم من إنسان يكون ذكاؤه وبالا عليه حتى أن الذهب لما ذكر ابن الراوندي الذي ألف كتاب في المطاعم في القرآن قال وكان من الأذكياء فقبح الله ذكاء أن يفضي بصاحبه إلى النار ليس الإنسان يمدح فقط بالذكاء الذكاء ما لم يكن معه إيمان وتقوى يكون وبالا على الإنسان يكون شقاءا على الإنسان قال الله عن الكفار وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعا ولا أبصارا ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآية الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ما ظنكم بعقلاء قريش وعقلاء الذين قبلهم عندهم عقلاء أوتوا عقول وفهوم لكن سبحان الله ما هدتهم حتى أنهم ذكروا في التاريخ أن المغيرة والد الوليد حضرته الوفاة فاجتمع إليه الملأ من قريش فبكى قالوا ما يبكيك قال ما أبكي جزاً من الموت تعلم من الموت موردنا جميعا ولكن أبكي أخافا لا تعبد اللات أخافا لا تعبد اللات والعزة قالوا لا أبشر ما دمنا موجودين ستعبد فهذا عنده ذكاء وعقل لكن ما نفعه عقله وذكاء كم من إنسان يصير عنده ذكاء ويصير عنده عقل ولكنه سبحان الله ما يهتدي ما يهتدي يكون ولهذا المؤمن الذي أعطاه الله تعالى ذكان وفطنة وهدى هذه نعمة عظيمة من الله عليه وقيل إن قوله وأتين العلم من قبلها وكنا مسلمين يحتمل أن هذا من قول ملكة سبا يعني وأتين العلم عن ملك سليمان وسلطانه كان عندنا خبر وأنه عنده قدرة عجيبة من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجئنا مسلمين خاضعين سلطان سليمان هذا ممكن يصح أن يكون في معنى أن يكون من قول بلقيس أن الملكة هي اللي قالت الكلام وأتين العلم من قبلها من قبل هذه الحالة أنك عندك عرش ملك وسلطان وأنك قادر على تأتي به وكنا مسلمين وإذاك جئناك خاضعين قال الله صدها ما كانت تعبد من دون الله يعني عن الإسلام وإلا فلها من الذكى والفطن ما تعرف به الحق من الباطل ولكن العقائد الباطلة تذهب ببصيرة القلب كما أسلفت آنفا إنها كانت من قوم كافرين استمرت على دينهم وقلدت مثل ما قال الكفار في الآية في سورة الشعار إن هذا إلا خلق الأولين وقالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون إن على أثارهم مقتدون وانفراد الإنسان الواحد من أهل الدين انفراد الإنسان عن دين من قبله وعادت من كان من آبائه وأجداده أمر قد يكون في صعوبة إلا على من جاهد نفسه ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقل غير العرش أراد أن ترى من سلطان سليمان وملكه ما يبهر العقول أمر أن تدخل الصرح والصرح هو المجلس المرتفع وأصل الصرح البناء المرتفع ولكنه صرح من قوارير تجري من تحته إلى أنهار ما هي القوارير أي من الزجاج هل ذكر الزجاج في القرآن يا قوم مر عليكم مشفرت النور هي نعم المصباح في زجاجة مر عليكم إذن مر في القرآن الزجاج ومر القوارير كلها بمعنى واحد فسليمان عليه السلام بنى المجلس هذا الواسع واللي تحت أرضيته كلها من زجاج وهي ترى السماء وترى الماء يمشي من تحت هذا له تأويل آخر قيل القوارير للنساء وقيل شيء آخر طيب المهم أن سليمان عليه السلام لما جعل المجلس هذا المرتفع والمجمل والأنهار تجري من تحته والزجاج كله يغطي أرضيته حتى يخال للناظر أنه لجة ماء وهذا من بديع الصناعة التي اختصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان ولم تكن معروفة في اليمن ولا غير اليمن قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة تحسبوا ماء لأن القوارير شفافة الزجاج يرى الماء تحتها كأنه ماء يجري فكشفت عن ساقيها من أجل أن تخوض الماء وهذا أيضا من عقلها وأدبها لأن ما قرأت من بداخله أو امتنعت تقول والله ما أقدر أدخل مكان فيه ما لا ممرت بالدخول لعلمها أن ما جاءت إلا لتكرم ما جاءت لتوهان وأن ملك سليمان عليه السلام وتنظيم سليمان يأبى أن تهان أو أنه يجري لشيء و لما رأت العرش استسهلت ربما ما دونه فشمرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء وقيل أنها خلعت خفيها خفيها لتخوض الماء المهم أنها عزمت على أنه ماء فلما استعدت للخوض قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير يعني مجلس ولتحته صرح ممرد يعني مملس ومنه قيل للأمرد أمرد لأنه لأنه أملس ما في شيء ما في شعب إنه صرح ممرد يعني مملس من قوارير فلا حاجة منك للكشف عن السقين فحينئذ لما وصلت إلى السليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته وملكه العظيم تابت ورجعت عن كفرها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهذا ما قصه الله جل وعلا علينا من قصة ملكة سبا وما جرى لها مع سليمان وما عدى ذلك من القصص الإسرائيلية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها لأنها منقولات أكثرها لا تصح والحزم كل الحزم إنه ما تدخل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وقول من قال من المفسرين إن سليمان عليه السلام تزوجها هذا قول ليس عليه ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فهي استسلمت وانقادت ودخلت وقالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولعل من الأهداف العظيمة والأغراض التي سيقت هذه القصة في سورة مكية حتى يعلم كفار قريش أن أنبياء الله جل وعلا ورسول الله أعطوا ملكاً عظيماً وأن الله سبحانه وتعالى من لكهم وأعطاهم ونصرهم وأيدهم فأولى لكفار قريش أن ينيبوا ويستسلموا وينقادوا لواحد من رسل الله وهو أفضلهم وخاتمهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبهذه المناسبة لربما يأتي الحديث عن هل للمرأة أن تتولى الملك الإمامة العظمى أو تتولى القضاء الصحيح من أقواله للعلم أن المرأة ليس لها ذلك وأن هذا ليس إهانة للمرأة ولا احتقاراً لها وإنما هو شيء ليس من طبيعتها فالإسلام جعل للمرأة مملكة أخرى وجعل لها رعاية وهي رعاية البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها فهي ملكها في بيتها ولهذا قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال الله لنساء نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقرن في بيوتكن ولم يعهد في حوادث الإسلام العظام أن النساء أدخلن في أمور المسلمين العامة أبداً فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بويع في سقيفة بني ساعدة ولم تحضر امرأة ولم تحضر امرأة ولم توصي بذلك امرأة واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك وبويع لعثمان بالخلافة ولم تدخل المرأة في هذا الأمر لأن إقحامها في هذا الباب ظلم لها ومخالفة لطبيعتها وأنوثتها وما جبلها الله عليه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال حتى في الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ثم قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولهذا يقولون إن أم الشافعي شهدت عند قاضم بمكة هي امرأة أخرى فأراد القاضي أن يفرق بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وما حصل من بعض الأخبار الواردة التي يتعلق بها بعض من يرون أن المرأة تقحم في كل شيء وأن تكون قاضية وإمامة للناس وتكون كذا وتكون كذا كل هذا هذه الأمور التي يتعلقون بها ليست بأدلة حقيقية ولا تخدم تسعفهم الأدلة الشرعية في هذا بل إنه الآن حتى واقعا الغرب فيها الآن أقوال كثيرة لرجالهم ونسائهم يدعون بالرجوع بالمرأة إلى البيت ويرون أنهم أخطأوا خطأا عظيما في إقحام المرأة شيء ليس من طبيعتها ومخالف لأنوثتها ولما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه فكون الإسلام يمنع من المرأة أن تتولى الإمامها العظمى ويمنع المرأة أن تتولى القضاء لأن هذا لا يوافق طبيعتها ورقتها وليونتها وسماحتها وما أعطاه الله تعالى من الإمكانيات العقلية فالله جل وعلا قد هو خالق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير بلى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه على ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا